طيب خلينا عرف رأيك بقى في الفوز أمس للنادي الأهلي على نادي المصري برباعية مقابل شيء عجبك أداء الأهلي أنا أعجبني أداء الأهلي من الماتشي القابلي منه على فكرة كابتن والله يعني ده كلام مهم جدا لأنه ناس كتيرة قريت أو لا لا أنا أعجبني أداء النادي الأهلي خاصة في الشوت الأولاني في الماتشي الحد العصيمة آه لا النادي الأهلي دخل ماتشي كويس وخسرنا يعني مش عايزة أقول عادي إنما ماتش هو أسروا في الأخر بيبقى ماتش بتعمل غلط بيحصل بموك تخسر بيه الماتش وده حصل إنما لأ أداء النادي الأهلي ما كانش ما كانش يسير الشكوك أو يخليك تبقى قاعد الآن من الماتشي بتاع المصري لا خالص إنه تدخل على الدوري بعديه بكم يوم ثلاثة أربعة ماتشوك ثلاثة أربعة يام تبقى الآن ولا خالص النادي الأهلي دخل الماتش كويس جدا ماتش الاتحاد العصيمة وأداء وصنع فرص وخلق فرص ومقدش حقق الفرص خلاص ماشي إنما صنع ويشتغل نفس القصة مع ماتش المصري قبل ما يجيبوا الجول كان فيه مرة واثنين كان ممكن يحصل فيهم جوال ما جاتش إنما جات في معارضة في آخر الشوت ودي بتفرق كتير جدا عالت كتير من مستوى اللعيبة ومن ناحية النفسية التوقيت بتاع الجول عالت خلل إنك تخش الأوضة بين الشوتين وإنت آخر دي أجايب جول فدي بتفرق كتير جدا بنسبة لك بالإجاب والعكس بالعكس مع التيم المنافس كان فيه تحضير جيد جدا كان فيه جهوزية كان فيه رتم كويس جدا باقي العلي من الأول كان فيه اللي بيعجبني في النادي الأهلي إن فيه التنظيم وفيه قعد التنظيم الاتنين كويسين يعني إيه وانت شغال ومعاك الكورة تمام جدا 24 نطر شغال كويس جدا وبتشتغل بتنظيم كويس جدا وإعادة التنظيم بتاعك لما بتفقد الكورة بترجع تاخدها بسرعة تاني وبتعمل إعادة التنظيم تاني فهو ده اللي بيخلي النادي الأهلي على طول في الماتش بالذات الماتش المصري كان على طول انفوفت جوه في أي لحظة أو في أي وقت من الوقات كان بيبقى فيه خطورة فنادي الأهلي حدراك شايفه بيؤدي بشكل جيد وقدم مبالع بشكل جيد طبعا والآن الأهل النهاردة عنده يعني نهاردة نقدر نقول السكواد بتاع النادي الأهلي بعد الرجوع المصابين اللي رجعوا هتغمض عينك وتحط تيم هينزل يشتغل الدليل التغييرات اللي اتعاملت مثلا نبارح قدر نقول شيء ذاكي جدا من كولر اللي هو عمل خمس تغييرات في نفس التوقيت زاكي؟ زاكي جدا ليه يا كبتر؟ زاكي جدا ليه أولا استغل ضعف النادي المصري نقص العدد العددي في النادي المصري دي واحد اتنين الناحية البدنية بتاعتهم عشان مداية الموسم اتأثرت بخروج واحد منهم بخروج واحد منهم ومدافع مدافع مش سهل مدافع كويس فنزل خمسة فرش يقدروا يضغطوا أكتر يضغطوا هجوميا أكتر وده اللي حصل في آخر عشر دقائق من أول ما نزلوا الربع ساعة اللي نزلوها كان على طول النادي الأهلي قدام الجول على طول فدي عملت وعملت رد فعل عكسي لتيم النادي المصري وده شوفنا في الجول الرابع جول جيب أريحية وبسرعة وبإبداع بفكر بفي إبداع في الباص أكيد يعني كان فيها ذكاء كبير من كولر ومعندوش هو قص التغييرات بتتعمل يا إسلام تعمل علشان أساعد التيم إنه يصلح الأداء أو عشان حاجات كتير أو عشان أضيع وقت مثلا ممكن أعمل تغيير عشان أضيع وقت طب أنا كسبان ثلاثة مش عايزة أضيع وقت أنا بعمل ورسالة كبيرة جدا ومهمة جدا ده أنا بنزل خمسة مرة واحدة وأنا كسبان ثلاثة ده معنايا اللي جوه في الملعب عايزة الرابع والخامس وعايزة كل ما تقدر تجيب جولهات فده ذكاء جدا من المدرب اليوم الحد إن شاء الله سيبدأ النادي الأهلي بداية الأفريقية مع سانت جورج الأثيوبي شايف البداية الأفريقية هتبقى عاملة إزاي لا أعتقد زي ما بقولك النادي الأهلي الحمد لله أنا وكل مشكلتي في أثيوبي عشان نوح تجرب أثيوبي أكتر من مرة ده المطشين هنا هنيعبر المطشين هنا طب معلش أنا متأخر فيه أيو لا طب المطشين هنا خلاص المطشين هنا شباب صح مظبوط إن المطشين هنا حد يقول لي بقى أصبع اللي أنا عارفه كانوا هنا آه هنا لو الاتنين هنا خلاص الاتنين هنا لا الوحشين هنا مش واحد صح؟ أنا كنت عارف إنه إحنا قدمنا طلب وسانت جورج عنده الملعب بتاعه تم رفضه من الاتحاد الأفريقي علشان غير مناسب غير مطابق للمنصفات وبالتالي قالك نقعد هنا ونلعب المطشين هنا على حسابنا فتفرق بقى على حسابنا ما عرفش يعني ولكن في النهاية عشان تتوافق عشان هو يوافق أبدا من الماتش في التانية فاتت تقوله كان هناك كلام كتير في هذا الأمر رايح جاي ما بين ناس قالت إنهما أن توافق وناس قالت إنهما ما توفيش لأنه هو الاتحاد الأفريقي في الأخير هو اللي بيقرر هذا الأمر بغض نظر يا طبعا اللعبة في أثيوبيا بيبقى صعبة جدا هو اللعبة في أثيوبيا عشان الجو عشان الجو الجو لكش طرف تتنفس صعب صعب جدا ويقول لك سعد مش عارف قدي عشان تعمل أدابتيشن تسافر قبل الماتش مش عارف عشان تعمل أدابتيشن صح فيش فايدة ما هو جو دهزي تعد سانة عشان تعمل أدابتيشن لا جو صعب في أثيوبيا صعب جدا الواحد جرب أولا القوي اتفاع عن سطح البحر وبعدين ما بترجع بتبقى حاجة تانية خالص مزبوط تبقى حاجة تانية خالص بتلاقي نفسك ريشة طيب الماتشن هنا جابت الموجودين تمام يعني خلاص تم الاتفاق وكان قرار من الاتحاد الإفريقي إن هو الماتشن عايت لعبه هنا طيب كده أفضل بكتير بيني وبيني مليون مرة أولا بترايح لعبتك من الإنهاق متع السفر اللي بتلعب في جو وفي أجواء بتبقى صعبة وحرة وفوق سطح البحر وكذا الحاجة التانية بتتطمن على فرقتك اللي ماتشن هنا اللي موجودين بشكل من يوم منك السفر والمراحب يجيب هو الإرهاق اللي انت المفروض هتروحه تيجي فيه في 4-5 تيام هتوفره أكيد هيفر كتير معنا دخول الصفقات الجديدة في الفرقة أعتقد واضح جدا وبشكل مؤثر حتى الآن نوجة نظرنا أنا الماتش الأولاني اللي هو بتاع اتحاد العاصمة كنت الآن الآن على أنه أدخل اتنين في ماتش بس من الواضح أن الإراية بتاعتنا للماتش هو نظريا إحنا أفضل متحاد العاصمة بكتير نظريا وعمليا إحنا أفضل متحاد العاصمة فممكن نكون عملنا حساب دي زيادة شوية فعشان كده رحنا مدخلين رضا ومدخلين إمام عشور الاتنين مع بعض في نفس التوقيت في المباراة كان نفسي أنهم يبدأوا الدور المصري الأول قبل ما يدخلوش على طول في الماتش ده الماتش ده ببطولة صحيح في الماتش ده ببطولة كنت أستعين بيهم بالرغم أنهم ألعبها كويسة وجيدة جدا الواحد ما بيختلفش أنما بتكلم على دخول الأجواء والحس بتاع التيم نفسه لأنهم ما لعبوش ماتشيات رسمية مع النادي هما بيتمرانوا مع اللعبة صحيح إنما الماتشيات الرسمية ما تلعبتش وده بيفرق كتير جدا بيفرق كتير يعني بيفرق لكن الماتشيات الرسمية بتعلي طبعا الماتشيات الرسمية لأنه بياخد شعور المنافسة الحقيقية ونفسة التلاتة بنت وبعدين حتة الشعور بيزميله اللي جانبه في الماتش اللي فيه تلاتة بنت مختلف تماما عن الماتش الودي اللي مش هيفرق معنا فيه أي حاجة تلاتة بنت